سأضرب لكم نماذج من رموز هذه المنظومة المسخ وسأبدأ بالخوع هل هناك من رمز هو أكبر من هذا الرمز سأبدأ بالخوع مثلما عودتكم أنني لا أدخل في اصطراع مع الصغار إنما دائما يكون حديثي مع الكبار ومع كبار الكبار الخوع موقفه من تفسير إمامنا العسكري هو جزء من تدمير المنظومة التفسيرية الخوع مفسر عنده تفسير البيان والخوع مدمر من مدمري المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثالث عشر من معجم رجال الحديث للخوع كتاب معروف كتاب كبير هذا هو الجزء الثالث عشر من معجم رجال الحديث إنها الطبعة الخامسة الطبعة المنقحة والمزيدة ألف وتسعمية واثنين وتسعين ميلادي في الصفحة السابعة والخمسين بعد المئة رخم الترجمة اثمانتالاف أربعمية اثنين واربعين علي بن محمد بن سيار هذا أحد رواة تفسير إمامنا الحسن العسكري لا أريد أن أقرأ كل الكلام سأذهب إلى النتيجة التي وصل إليها الخوع هذا هو الذي وصل إليه الخوع فيما يرتبط بتفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع من أوله إلى آخره هذا يعني أن الخوع أمسك بالكتاب الذي يعرف بأنه تفسير إمامنا الحسن العسكري ودقق النظر فيه كلمة كلمة هكذا يقول أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع فالخوع يقطع بأن تفسير إمامنا الحسن العسكري موضوع مكذوب على الإمام الحسن العسكري هناك من وضعه هناك من كذبه أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق كالخوع مثلا باعتبار أن الخوع يقولون عنه من أنه سيد المحققين شمس التحقيق في النجف وجل مقام عالم محققين أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام فالخوع يرى نفسه أعلى منزلتان من أن يخط تفسيرا كتفسير إمامنا الحسن العسكري قطعا فإن الإمام الحسن العسكري لا علاقة له بعد هذه المقدمات بهذا التفسير ولذا فهو تفسير موضوع مكذوب على إمامنا الحسن العسكري لا بد أن تعرفوا من أن الرواية من أن رواية التخليد والتي يضحكون عليكم بها أتباع الخوع وأتباع السستان ليس لها من مصدر إلا تفسير إمامنا الحسن العسكري فأما من كان من الفقهاء إلى آخر ما جاء في الرواية وهي رواية طويلة ولكنهم يقتطعون منها ما يحتاجون إليه فللعوام أن يقلدوه ويضحكون عليكم في الوقت الذي ينكرون التفسير من أوله إلى آخره وبغض النظر عن ضحكهم هذا على ذقونكم لن أعترض على كلام الخوع في أن تفسير إمامنا الحسن العسكري تفسير الموضوع لن أعترض على كلامه ولن أناقشه في رأيه هذا لكنني أريد أن أتفحص كيف وصل الخوع إلى هذه النتيجة لستم اعترضا على رأيه بتفسير إمامنا الحسن العسكري هو يقول من أن هذا التفسير موضوع مكذوب مفترا على إمامنا الحسن العسكري لستم اعترضا على كلامه بحسب ما يقول أن الناظر في هذا التفسير الخوع نظر في هذا التفسير ودقق في كل أحاديثه ورواياته ونظر في كل كلماته ووصل إلى هذه النتيجة من أن التفسير من أوله إلى آخره تفسير موضوع هو لم يقل من أن بعض التفسير موضوع تحدث عن التفسير كله فهذا يعني أنه قد فحص الكتابه فحصا دقيقا من أول رواية إلى آخر رواية دققوا النظر في الكلام أن الناظر في هذا التفسير في كله في كل التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام إنني قرأت عليكم من كتابه الرجال واعتماداً على ما يسمى بعلم الرجال فإن الخوء ألغى تفسير إمامنا العسكري وحكم عليه بالإعدام وأخرجه من مكتبة حديث العترة الطاهرة وهكذا فعل أهسستاني والبقية كذلك فعلوا نفس الأمر لكننا مع الخوء حديثنا مع الخوء لأنني أعرض لكم نماذج من الطوسيين ومن كبارهم كتابه معجم رجال الحديث هذا الكتاب كتاب مناقض لمنهج القرآن وأعتقد أني في الحلقات السابقة وفي برامج عموما أثبت وباليقين وبالآيات القرآنية المحكمة الواضحة من أن منهج القرآن يرفض علم الرجال على الإطلاق ولا أريد أن أعيد تفاصيل هذا الكلام فهي طويلة يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من برامج وستنتفعون كثيرا كثيرا لكنني أذهب إلى سورة الحجرات وإلى الآية السادسة بعد البسملة هذه الآية صريحة في إلغاء علم الرجال وفي رفض علم الرجال لأن علم الرجال يدور حول توثيق الرجال وعدم توثيقهم اعتماداً على الظنون القرآن ماذا يقول يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَبْدُوا وَلَا تَرُدُّوا وَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ أن تتحققوا من متن الخبر من مضمون الخبر إذن ما قيمة علم الرجال لا قيمة لعلم الرجال فعلم الرجال يساوي صفرا هنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قد يقول قائل من أننا يمكن أن ننتفع من مفهوم الآية من أن خبر الثقة يمكننا أن نعتمد عليه من دون أن نتبينه الآية لا يوجد فيها هذا المفهوم بدليل ما جاء في الآية فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة الحديث هنا عن طلب العلم خبر ثقة لا يحقق العلم خبر ثقة قد يحقق العلم وقد لا يحقق العلم الكلام هنا ليس متعلقا بناخل الخبر هل هو ثقة أم ليس بثقة الكلام هنا أن تكون المعلومة صحيحة أن تكون علمية ما جاء في الخبر أن يكون علما وهذا يمكن أن يكون في خبر الفاسق ويمكن أن يكون في خبر الثقة والجهل كذلك يمكن أن يكون في خبر الفاسق ويمكن أن يكون في خبر الثقة المطلوب منا أن نبحث عن علمية الخبر وليس أن الخبر جاء منقولا من ثقة أو من غير ثقة ولذا فليس هناك من مفهوم في هذه الآية وحتى إذا افترضنا وجود مفهوم فلا حجية لهذا المفهوم لماذا لقوة المنطوق المنطوق قوي جدا لأن المنطوق هو الذي يجب أن يتبع وإذا ثبت بعد ذلك أن للمنطوق هناك من مفهوم بمستوى العلم حينئذ ستأتي حجيته بعد حجية المنطوق المراد من المنطوق ما نفهمه من الألفاظ نفسها التي تنطق بها الآية ينطق بها النص يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيِّنُوا المشكلة ليست في ناقل الخبر المشكلة عندنا في المتن علينا أن نتبين المتن فما قيمة علم الرجال لا قيمة لعلم الرجال إنه منهج شيطاني يتعارض بالكامل مع منهج القرآن فهذا الكتاب الذي عنوانه معجم رجال الحديث كتاب شيطاني وقذارة إبليسية بامتياز وفقا لهذا المنهج الشيطاني ولهذه القذارة والنجاسة الإبليسية حكم الخوء بالإعدام على تفسير إمامنا الحسن العسكري وسأقرب لكم الفكرة بغض النظر عن موقف القرآن من علم الرجال فهم لا يعبؤون لا بالقرآن ولا بغير القرآن إنما يعبؤون بأقوال الذين سبقوهم من الذين يقدسونهم من المراجع الطوسيين اللعناء ألا لعنة الله على الحوزة الطوسية ألا لعنة الله على المرجعية الطوسية ألا لعنة الله على علم الرجال الطوسي ألا لعنة الله على المنظومة التفسيرية الطوسية هذا هو الجزء الأول هذا هو الجزء الأول من معجم رجال الحديث وقد أثبت في صفحاته الأولى خلاصة ما في هذا المعجم هذه الطبعة الخامسة عدد الأجزاء أربعة وعشرون جزءا إنها أجزاء هذا الكتاب معجم رجال الحديث وهذا هو الجزء الأول الطبعة الخامسة عدد الأجزاء أربعة وعشرون جزءا عدد الصفحات في كل الأجزاء 11639 في كل الأجزاء من بداية الجزء الأول إلى نهاية الجزء الرابع والعشرين 11639 صفحة المقدمة مقدمة الكتاب والنظريات النظريات هي قواعد علم الرجال التي تبنها الخوعي في كتابه هذا 106 صفحة فقط هذه كل المقدمة والنظريات والقواعد عدد الصفحات 11639 106 صفحة مقدمة ونظريات منها 83 صفحة قواعد العلم ونظرياته والدفاع عنه من مجموع 11639 صفحة فقط 83 صفحة ما يسمى بعلم الرجال في قواعده وقوانينه مع الدفاع عن علم الرجال هذا الطبقات والفهارس 3633 ما يسمى بترتيب الطبقات طبقات الرواة مع الفهارس مع فهارس الكتب 3633 صفحة الباقي بعد حذ صفحات المقدمة والنظريات وحذ صفحات الطبقات والفهارس 7900 صفحة هذه صفحات أسماء الرواة وأحواله الرواة العدد الكل من أول الكتاب إلى آخره 15706 عدد الثقات من هذا العدد الكبير عدد الثقات 700 700 العدد الكل 15706 فأي علم هذا من 15706 مع ملاحظات أن عدد الرواة الذين ذكروا في كتب الحديث والروايات أكثر من هذا العدد هذا ما استطاع الخوئي أن يثبته في كتابه بمساعدة الذين ألفوا الكتاب الخوئي لم يؤلف الكتاب بنفسه وإنما شكل مجموعة من تلامذته وأعوانه فألفوا هذا الكتاب العدد الكل 15706 الذين وثقوا عددهم 700 الممدوحون الذين مدحوا من الرواة الذين وثقوا وصفوا بأنهم ثقات الممدوحون مدحوا لكنهم لم يوصفوا بأنهم ثقات 1457 فيكون مجموع الذين وثقوا مع مجموع الذين مدحوا من دون توثيق 2157 الذين لم يذكر لهم لا مدح ولا قد 9665 فأي علم هذا هؤلاء لا يوجد عنهم أي معلومة لا مدح ولا قد 9665 الذين وصفوا بأنهم مجاهين 336 الذين ذموا بشكل واضح مذمومون بشكل صريح 419 الذين نسبوا إلى المذاهب الأخرى بعيدا عن المذهب الاثني عشر الإمامي 141 الذين وصفوا بأنهم مغالون 48 الأسماء الأسماء المكررة هناك أسماء مكررة كثيرة في هذا الكتاب 3087 87 من كل هذا الذي يمكننا أن ننتفع من بخصوص الذين الذين مدحوا عموما وذموا عموما المجموع 2765 12 1941 لن ننتفع من ذكرهم في هذا الكتاب فهل هذا كتاب حقيقي هذه ترهات هذه ترهات هذا الكتاب وفقا لمنهج يتناقض مع منهج القرآن بحسب ما مر علينا في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجر وإذا أعرضنا عن منهجية القرآن ورجعنا إلى الكتاب بما هو هو فهذا هو الموجود في الكتاب كتاب يتألف من 24 جزء وعدد الصفحات 11639 وعدد الرواة 15706 آخر المطاف عدد الذين مدحوا عموما وذموا عموما 2765 فماذا نصنع ببقية الأسماء سيرقعون لكم سيرقعون لكم ويضحكون عليكم لكن الحقيقة هي أن الكتاب يتعارض بدرجة مئة بالمئة مع منطق القرآن فإننا لا نحتاج إليه ومع ذلك فإن الخوء بعد أن شكل ما شكل من مجموعة مشرفة على تأليف هذا الكتاب وألف الكتاب وطبعه ونشر وفقا لما في هذا الكتاب أصدر الفتاوى وطبع رسالته العملية جاء بعد ذلك فقال إنني أريد أن أصحح هذا الكتاب تراجع عما أثبته في الكتاب الذي طبلوا له تطبيلا عظيما وهو كتاب في الحقيقة كتاب خرائي إبليسي مضمونه خراء إبليس هذا الكتاب وأمثاله من كتب الرجال هذه كتب الخراء الإبليسي في تدمير المنظومة التفسيرية بل في تدمير دين العترة الطاهرة لكنني أتحدث هنا عن المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة فقام بتغييرات كبيرة في الكتاب وهذه الطبعة هي الطبعة التي أجريت عليها التعديلات ولذا في مقدمة الكتاب في الصفحة التي رقمت بالحرف فا جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية والأصول العامة المتخذة في مقدمة المعجم أدت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم من حيث التوثيق والتضعيف وعلى بعض طرق الرواية من حيث الصحة والضعف شملت جميع أجزاء الكتاب استنادا إلى رجوع الإمام المؤلف أي إمام هذا الذي عنده في كل يوم رأي استنادا إلى ظنون استنادا إلى تفاهات لماذا غير رأيه الخوعي سيتضح الكلام استنادا إلى رجوع الإمام المؤلف عن توثيق رواة كتاب كامل الزيارات لابن قولوي هذا هو كتاب كامل الزيارات لابن قولوي جاء في مقدمة الكتاب هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران في مقدمة الكتاب ابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة ابن قولوي قال في مقدمة الكتاب وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى في معنى ومضمون كتابه ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال فابن قولوي هكذا قال من أنه لا يروي في هذا الكتاب إلا عن الثقات وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا هذه هي العبارة الخوع في الطبعة الأولى من معجم رجال الحديث كان قد فهم العبارة من أن التوثيق هذا يكون شاملا لكل من ذكر اسمه في هذا الكتاب وهي أسماء كثيرة فوثقهم وذكروا موثقين في الطبعة الأولى لكنه بعد ذلك تراجع وقال إني أعتقد من أن ابن قولوي لا يقصد كل الأسماء التي ذكرت في الكتاب وإنما يقصد مشايخه فقط الذين نقل عنهم بشكل مباشر وليس الذين نقل مشايخه عنهم فحينما تأتي الرواية عن ابن قولوي عن فلان عن فلان عن فلان فلان الأول الذي هو شيخ لابن قولوي هذا الذي يكون موثقا هذا ظن وذلك ظن دين مبني على الظن العبارة تحتمل الوجهين وإن كان الوجه الأول هو الأوضح والأصرح من أنه يتحدث عن جميع الرواة وبحسب منهج القرآن أكان الرواة من الثقات أم لم يكون لا شأن لنا بهم نحن نذهب إلى المتون إذا كانت المتون دالة على نفسها بنفسها لا تحتاج إلى تحقيق فحينئذ لا نحتاج إلى تحقيق وإذا كانت تحتاج إلى تحقيق فإننا نعرضها على القرآن فإذا وافقت القرآن نقبلها لا شأن لنا بناقلها إذا لم تتفق مع القرآن فإننا نضعها جانبا لا شأن لنا بها هذا هو منهج القرآن ومنهج العترة الطاهرة هناك أحاديث نحن نعرفها أحاديثهم ما عندنا من شك فيها فلا شأن لنا بناقلها أكان موثوقا أم لم يكن أكان موثوقا بحسب الرجاليين أم لم يكن موثوقا بحسب الرجاليين فليذهبوا برجالهم إلى الجعيم إنهم يتناقضون مع القرآن ومع منطق العترة الطاهرة دين خرأ هذا دين الطوسيين مبني على مناقضة القرآن مبني على مناقضة دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها فهذه العبارة يمكن أن يقصد منها ابن قولوي مشايخه فقط مثل ما قال الخوء في المرة الثانية ويمكن أن يقصد جميع الرواة مثل ما قال الخوء في المرة الأولى في المرة الأولى اتبع ظنه وفي المرة الثانية اتبع ظنه وبين هذا الظن والظن تغيرت الفتاوى هذا هو الدين الظنون هذه الرسالة العملية للخوء منهاج الصالحي الجزء الأول هذه الطبعة هي طبعة منشورات دار أسامة دمشق سوريا هذه الطبعة من الطبعات التي أثبت فيها الخوء فتاواه وفقا لرأيه الذي كان مثبت في الطبعة الأولى من معجم رجال الحديث في الصفحة السادسة والتسعي إنني أضرب لكم مثالا أنا لا أستطيع أن أستقصي كل شيء رقم رقم المسألة 339 وهو يتحدث عن الأغسال الفعلية وهي الأغسال المندوبة المستحبة والثالث الأغسال الفعلية وهي قسمان القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام في الحاج أو لزيارة البيت في الحاج والغسل للذبح والنحر في الحاج والحلق كل هذا في الحاج والغسل لزيارة الحسين عليه السلام والغسل للإستخارة إلى آخر الكلام فهنا في هذه الطبعة من منهاج الصالحين ذكر في الأغسال الفعلية المندوبة الغسلة لزيارة الحسين اعتمادا على ما جاء من روايات في كامل الزيارات وبما أنه بحسب ظنه الأول أن ابن قولوي وثق جميع الرواات فحين إذن ستكون الروايات في كامل الزيارات التي تحدثت عن استحباب الغسل لزيارة الحسين ستكون هذه الروايات موثوقة وعلى أساسها أفتا فذكر الغسلة لزيارة الحسين في الأغسال الفعلية المندوبة ولكن بعد أن غير رأيه وانتقل من ظنه الأول إلى ظنه الثاني ونحن نبقى مسخرة بين ظن هذا الأثول وظن ذلك الغبي من هؤلاء الذين يقال لهم آيات الله العظمى هؤلاء آيات إبليس لو كانوا آيات عظمى لله لمنحهم بصيرة لا أن يلعبوا بالدين بحسب ظنونهم وأهوائهم وسفاهاتهم وهذا هو الذي يفعله بكم السيستاني وسائر المراجع الآخرين دين مبني على الهراء والخراء هذا هو دين المذهب الطوسي اللعين منهاج الصالحي العبادات وهذا هو الجزء الأول هذه الطبعة هي الطبعة الثامنة والعشرون ألف أربعمية وعشرة هجر قمري في أواخر أيام حياة الخوع طبعة هذه الرسالة العملية نذهب إلى الصفحة الرابعة والتسعين في المسألة نفسها حينما ذكر الأغسال الفعلية والثالث الأغسال الفعلية وهي قسمان القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت والغسل للذبح والنحر والحرق وحذف هنا الغسل لزيارة الحسين لماذا لأن ظن الخوع قد تبدل فانتقل إلى ظن آخر من أن ابن قولوي وثق مشايخه فقط الذين نقل عنهم بنحو مباشر وعلى هذا فإن الكثير من روايات كامل الزيارات ستكون ضعيفة فما جاء من روايات تتحدث عن استحباب الغسل لزيارة الحسين صارت ضعيفة بحسب الظن الجديد للخوع ومن هنا ألغيت الفتوى وهكذا يُعبث بالدين يُعبث بالدين على أساس الظنون في البداية ظن شيئا ثم بعد ذلك لحالة نفسية لمزاج معين لأي شيء لشبهة طرأت في ذهنه تغير ظنه من ذلك الظن إلى هذا الظن هذا مرفوض هذا مرفوض منطق القرآن أن نتبين المتون بعرضها على القرآن أو بعرضها على المعروف من حديث رسول الله وحديث آل رسول الله على الذي نحن نقطع بأنه حديثهم فإذا ما شككنا في نص عرضنا تلك النصوص على القرآن أو على المقطوع به من حديث رسول الله وأهل رسول الله هذا هو منهج الدين وهذه هي الحكمة اليمانية وهذا هو منطق العقل الصحيح أما هذا الهراء والخراء الطوسي القوعي هو هذا الذي يفعل بالدين ما يفعل وهذا هو منهج حوزة النجف إنها حوزة الهراء والخراء إنها حوزة الضلالة والسفاهة إنها حوزة اللادين إنها الحوزة المعادية للقرآن والمناقضة له إنها الحوزة المنافرة لدين العترة الطاهرة هذه الحقائق بين أيديكم كذبوني 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 هذه الحقائق واضحة جلية وأنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيئين أنا أضرب لكم أنثلة تريدون أن تعرف الحقيقة عودوا إلى بقية برامج أو اذهبوا فابحثوا بأنفسكم كي تعرف الحقيقة عن قرب نذهب إلى فاصل وماذا بعد هل انتهى الأمر أبدا الخوعي جاء بعد ذلك وقال من أنني أريد أعيد طباعة كتاب الرجال من جديد لأن رأي قد تبدل فصاحت عليه حاشيته وصاح عليه أولاده ماذا تريد أن تفعل بنا لقد فضحتنا كافي الأغوة قعدوا ونشب قعدوا ونشب فمنعوه أن يصحح كتابه على هذا فإن معجم رجال الحديث الذي تعتمدون عليه يا عمائم النجف ليس صحيحا بحسب مؤلفه فكيف تعتمدون عليه كيف تعتمدون عليه ليس صحيحا بحسب مؤلفه هذه قضية حقيقية القريبون من الأجواء الخوئية يعرفون هذا الأمر أذكر لكم على سبيل المثال ما ذكره السيد حسن الكشميري حسن الكشميري في كتاب مذكراته خمسون عاما مع المنبر الحسيني الكتاب بين يدي خمسون عاما مع المنبر الحسيني وحسن الكشميري حي يرزق صفحة 249 ولدي معلومات من ثقات أن الإمام الخوئي في السنتين الأخيرتين من عمره تراجع عن موسوعته الرجالية معجم رجال الحديث وحدثت له أفكار جديدة في مصادره المهمة التي كان يعتمدها وهذا ليس انحرافا أو ضلالا أو ارتدادا والعياذ بالله وإنما أوصله تقدمه في الأبحاث والتحقيقات إلى هذه الحقيقة وقرر رحمه الله أن يستعيدها وشكل لجنة لصياغتها من جديد وإسقاط قسم منها لكن طاقمه رفض ذلك واعتبر الأمر يشكل ضربة لمرجعيته وأسدل الستار على الأمر وهذه حقيقة هذه المعلومة حقيقية القريبون من الخوئي والعارفون بالأجواء الخوئية يعرفون هذا الأمر من أن الخوئي في آخر أيامه تغيرت الكثير من الآراء عنده قطعا ليس إلى الأفضل وإنما إلى الأسوأ لأننا تعلمنا عبر تعريخ الطوسيين إنهم كبول البعير يعودون إلى الوراء يعودون إلى الأسوأ وقد حدثتكم عن هذه الظاهرة الواضحة في المراجع الطوسيين ابتداء من الطوسي نفسه فإن عقائد الطوسي في بداية مرجعيته أفضل بكثير من عقائد ضلاله في الأيام الأخيرة من حياته كبول البعير وهكذا كل مراجعنا العظام حالهم كحال بول البعير يعودون إلى الوراء والخوئي كذلك ما هو بظاهرة مستثنات هذه ظاهرة عامة في المراجع الطوسيين السفهاء حالتهم الدائمة في عواقب أمورهم كبول البعير الخوئي في أيامه الأخيرة في سنواته الأخيرة تغير عنده الكثير من الآراء ومن بينها موقفه من كتابه معجم رجال الحديث الأمر هو هو نقل عنه أيضا من أن موقفه تغير من تفسيره البيان ولو كان الأمر متاحا له لغير فيه قطعا إلى الأسوأ لغير فيه إلى موقف يكون فيه أبعد وأبعد عن دين العترة الطاهرة فيا أصحاب العمائم في النجا يا من تمجدون بمعجم رجال الحديث وتضحكون على أنفسكم وعلى الآخرين هذا الكتاب كتاب لا قيمة له لأن مؤلفه أراد أن يصححه والحاشية صاح عليه نهروه وأدبوه فسكت الرجل قال له لأقعد وانشب شلها اللغوة يومية جاينا تعال غير الآراء وغير التقييمات وغير التوثيقات وغير الفتاوى سويتنا مضحكة أقعد وانشب مكانك فقعد الرجل وانشب جي سوي هنيئا لكم هنيئا لكم يا أيها الشيعة بدينكم هذا وفي مراجعكم هؤلاء نذهب إلى فاصل من بين كل هذا الهراء العلمي يسمونه علما والخراء التحقيقي يسمونه التحقيقا أصدر الخوء حكمه بالإعدام على تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يفترض فيه أنه قد نظر في كل كلماته وأحاديثه ورواياته لكنني حينما أراجع كتب الخوء فإنه لا ينقل شيئا عن تفسير إمامنا الحسن العسكري حتى لأجل مناقشته على سبيل المثال مثلا هذا كتابه التنقيح كتاب التنقيح هو من أشهر ومن أهم كتب الخوء التنقيح في شرح العروة الوثقة وهذا الجزء المتعلق بمباحث الإجتهاد والإحتياط والتقليد في موضوع كهذا في موضوع الإجتهاد والإحتياط والتقليد لا بد أن تذكر رواية التقليد التي مصدرها الوحيد تفسير إمامنا الحسن العسكري ولا يوجد لها مصدر آخر وإذا ادعى أحد من أن الرواية لها مصدر آخر فليخبرنا لا يوجد مصدر لهذه الرواية إلا تفسير إمامنا الحسن العسكري وهذه الرواية رواية التقليد لا بد أن تذكر في مثل مباحث ودروس الإجتهاد والإحتياط والتقليد حتى لو كانت ضعيفة بنظر هذا الباحث أو ذلك المحقق إذا ما صدق وصف المحقق على هذا أو ذاك الخوع كذلك تناول هذه الرواية مع أنه لا يعتقد بصحتها ولكنه تناولها وأنا هنا لست معترضا على أنه لا يعتقد بصحتها لأنني لا أريد أن أناقشه في هذا الأمر إنني أريد أن أناقش منهجيته منهجيته التي صارت بديلا عن منهجية المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة على طول الكتاب حينما يذكر الرواية فإنه لا ينقلها عن مصدرها الأصل وإنما ينقلها عن مصدر وسيط ينقلها عن كتاب الاحتجاج للطبرسي ماذا يعني ذلك كتاب تفسير الإمام العسكري لم يكن عنده وإلا لماذا لم ينقلها عن تفسير إمامنا الحسن العسكري بنحو مباشر لماذا ينقلها عن كتاب الاحتجاج صفحة 81 نعم ورد في رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى آخر ما جاء فيما نقله الخوي نقلها عن كتاب الاحتجاج وحتى في الحاشية ليس هناك من إشارة إلى تفسير إمامنا العسكري وإنما جاءت الإشارة مشيرة إلى كتاب الوسائل فلا يوجد ذكر للمصدر الأصل لا في المات فإنه أخذ الرواية عن الاحتجاج ولا في الحاشية فإن الحاشية تشير إلى كتاب الوسائل الرواية موجودة في كتاب الاحتجاج وموجودة في كتاب الوسائل لكن المصدر الأصل لهذه الرواية هو تفسير إمامنا الحسن العسكري إنه المصدر الأصل وهو المصدر الوحيد لها هذا في صفحة الحادية والثماني من كتاب التنقيح الأمر هو هو صفحة ميتين وواحد وعشرين وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام فهو لم ينقلها عن التفسير وإنما نقلها عن الاحتجاج وهذا التعبير يشير إلى أن التفسير ليس موجودا عنده وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام وحتى في الحاشية فإن الحاشية أرجعتنا إلى الوسائل المروية في الباب العاشر من أبواب صفات القاضي من الوسائل المروية هذه الرواية التي نقلها عن الاحتجاج وهذا التعبير يشير إلى أن تفسير الإمام العسكري لم يكن موجودا عنده وقد يستدل عليه على هذا الموضوع إنه يتحدث في موضوع العدالة برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام وكذلك في صفحة 236 وقد استند في ذلك على رواية الاحتجاج المتقدمة إنه يتحدث عن رواية التقليد هي هي لأنه يشترط هنا في شروط المرجع أن لا يكون مقبلا على الدنيا فيعود إلى النص إلى النص نفسه إلى ما جاء في رواية الاحتجاج التي مصدرها الأصل تفسير إمامنا الحسن العسكري هذا على سبيل المثال وحتى في المواطن الأخرى من كتبه الأمر هو هو ينقل الرواية عن كتاب الاحتجاج وكتاب الاحتجاج للطبرسي مصدر وسيط حينما أجد هذا في كتاب التنقيح وأجد شيئا آخر ما هو الشيء الآخر الذي أجده في مقدمة الجزء الأول من معجم رجال الحديث وهذه الطبعة الطبعة التي أحدث فيها الخوئي التغييرات الكثيرة في الصفحة المرقمة بالحرفة كل هذه التغييرات التي جرت في معجم رجال الحديث كل هذه التغييرات والتعديلات جرت في إطار لجنة علمية ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم داوري هذا من تلامذة الخوئي ومن علماء الرجال في حوزة قم كان في النجف ثم انتقل إلى حوزة قم شيخ مسلم داوري كان رئيس اللجنة إنها اللجنة التي انتخبها الخوئي من تلامذته وأعوانه وحاشيته لأجل إجراء التغييرات والتعديلات والتبديلات في الطبعة الأولى من كتابه معجم رجال الحديث الذي كان يترأس اللجنة هو الشيخ مسلم داوري في الحقيقة يمكنني أن أقول من أنه هو المؤلف الحقيقي أنا هنا لا أريد أن أقول من أن الخوئي لم تكن له مدخلية في تأليف الكتاب قطعاً أصل الفكرة من الخوئي أصل البرنامج الذي وضع لتأليف الكتاب من الخوئي لكن مسلم داوري هو الذي أشرف على إخراج الكتاب بالصيغة التي بين أيدينا مع أعضاء اللجنة الذين معه فهذا الكلام المثبت عن تفسير إمامنا الحسن العسكري كان من الخوئي وبإشراف من مسلم داوري فإنهم يناقشون الآراء مع الخوئي ويراجعون المصادر هذا هو عمل اللجنة ويصححون ما يجدون أنه يجب تصحيحه وفقاً للرؤية الجديدة للخوئي هذا شيخ مسلم داوري لما جاء إلى حوزة قم وتخصص في تدريس علم الرجال في حوزة قم هذا الجزء الأول من أبحاثه التي عنوانها أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق إنها أبحاث شيخ مسلم داوري الذي كان رئيساً للجنة الخوئية التي أشرفت على جمع ورصف وتأليف معجم رجال الحديث هذا الجزء الأول وهذه الطبعة الثالثة الفين وثمانية ميلادي مؤسسة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قموا المقدسة صفحة أربعمية أو تسعة وتسعين وهو يتحدث عن رأيه ومعتقده وموقفه من تفسير الإمام العسكري فيقول قال السيد الأستاذ قدس سره يشير إلى الخوئ هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام وهذا ما قرأته عليكم قبل قليل هنا بعد أن جاء إلى قم ماذا يقول مسلم داوري وقد وقفنا على قسم من الكتاب متى حينما جاء الهقم حينما ألفوا معجم رجال الحديث لا توجد إشارة إلى أن تفسير الإمام العسكري كان موجودا عنده ربما كان موجودا في المكتبة لكنهم لم يطلعوا عليه لا توجد إشارة تشير إلى أن الخوء قد اطلع عليه هو يقول وقد وقفنا على قسم من الكتاب لم يطلع على الكتاب كله حتى بعد انتقاله إلى قوم وقد وقفنا على قسم من الكتاب أي تحقيق هذا وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبين لنا أي حاصل من الاطلاع على بعض الكتاب هكذا يضحك هنا عليكم هذا هو الذي عينه الخوء رئيسا للجنة فلا الخوء كان مطلعا على التفسير ولا رئيس اللجنة كان مطلعا على التفسير أي دين هذا وأي تحقيق هذا وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبين لنا بعد الاطلاع على قسم من الكتاب أن القول بأن جميع الكتاب موضوع مثل ما قال الخوء لا يمكن الموافقة عليه أنت لم تطلع على كل الكتاب اطلعت على بعضه فلربما إذا اطلعت عليه كله ستقبل الكتاب كله هاي علماء هؤلاء وأي محققين هذا تضريط هذا ما هو بتحقيق هكذا يخرجون لكم الفتاوى وهكذا يخرجون لكم العقائد والتفسير وهكذا دمروا المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة وجاءونا بهذا المنهج المسق بمنهجهم الخرائي وبتحقيقهم الضراطي وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه فإن مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائر وابن الغضائر هل رأيت يا أيها الخوئي كتابه لم يره الخوئي وأنت يا مسلم داوري هل رأيت كتابه لم يرى أحد كتابه إلى أن يقول وحينئذ فالكتاب تفسير الإمام العسكري فالكتاب مثله مثل سائر الكتب فإن كانت الرواية تامة سندا ودلالة أخذنا بها وإلا فلا وهذا رأي باطل لأنك يا شيخ مسلم داوري لم تطلع على الكتاب كله اطلعت على بعضه فأي تحقيق وأي بحث وأي علم هذا هذا يعني أن الخوئي كذاب كذاب حين يقول هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع كذاب ففي كتاب التنقيح ما نقل الرواية عن المصدر العاصل ويفترض بمحقق كالخوئي يقال عنه سيد التحقيق سيد المحققين أن ينقل عن المصدر الأصل لماذا يذهب إلى المصدر الوسيط هذا خلل في البعث إلا إذا كان المصدر الأصل ليس متوفرا عند المحقق حينئذ يكون مضطرا إلى الاستفادة والانتفاع من المصادر الوسيطة وإلا مع إمكان الحصول على المصدر الأصل فهذا خلل في التحقيق أن ننقل عن المصادر الوسيطة لابد أن نذهب إلى المصادر الأصلية وهذا رئيس اللجنة الذي غير ما غير من تغييرات هائلة في معجم رجال الحديث لم يكن قد اطلع على كتاب التفسير هذا وإنما اطلع عليه بعد أن جاء إلى قوم وبعد وفاة الخوئ ربما فغير رأيه ليس لتحقيق شامل وإنما قرأ بعض صفحات من كتاب التفسير فتبدل رأيه وقال من أن تفسير الإمام العسكري كبقية الكتب فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ليس بصحيح مع أنه لم يطلع على كل ما في الكتاب حتى يحكم بهذا الحكم وصدقوني صدقوني هذه كلمة تقال أنا لا أطالبكم أن تصدقوني لكنها كلمة تقال صدقوني كل أبحاث مراجع النجف وكربلاء من الأموات ومن الأحياء ومن القادمين بنفس هذا المستوى بل هي دون هذا المستوى لأنهم ينظرون إلى الخوئي من أنه في القمم الشاهقة وهم في الوديان هكذا ينظرون إلى الخوئي وهذه أبحاث القمم الشاهقة ماذا تقولون أنتم نذهب إلى فاصل هذه منهجية يمكن أن يطمأن إليها كي تكون سبيلاً موصلاً إلى حقيقة الدين أية منهجية هذه وأي تحقيق هذا وأي علم هذا هذا هراء إنه هراء على جميع المستويات هكذا أخرج لنا الخوئي ما أخرج من حكم بالإعدام على تفسير إمامنا الحسن العسكري والأنكى من ذلك الأنكى من ذلك حينما ألف تفسيره البيان هذه الطبعة أيام الخوئي طبعة دار التوحيد الكويت ألف وتسعمية أو تسعة وسبعين ميلادي ماذا قال الخوئي في تفسيره البيان هذا هو البيان في تفسير القرآن للإمام الأكبر زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي مثل ما قلت لكم إنها طبعة ألف وتسعمية وتسعة وسبعين ميلادي في الصفحة الثانية والعشرين ماذا يقول الخوئي في المقدمة وسيجد القارئ أني لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته وما ثبته بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة إلى آخر كلامه وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة لقد اتخذ هذا عهدا على نفسه أن تكون الروايات الموجودة في هذا الكتاب بهذا المستوى إما أن تكون متواترة أو أن تكون صحيحة وسيجد القارئ أني لا أحيد لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة نذهب إلى صفحة أربعمية وخمسة وأربعين في شأن تفسير فاتحة الكتاب وتحت عنوان فضلها فضل الفاتحة الفاتحة روى الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام فأورد رواية بهذا الخصوص بخصوص سورة الفاتحة هذه الرواية التي أثبتها نقلها بحسب الحاشية عن تفسير البرهان الجزء الأول صفحة 26 فأثبت رواية عن الصدوق عن إمامنا الحسن العسكري بخصوص سورة الفاتحة هو نقل في الباب روايتين نقل رواية عن الصدوق عبره تفسير البرهان تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني المتوفى سنة 1107 للهجرة وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الصدوق متوفى سنة 381 للهجرة الخوئي نقل رواية عن الصدوق عن إمامنا الحسن العسكري المصدر في الحاشية تفسير البرهان الجزء الأول وأثبت رواية ثانية عن البخاري وماذا قال قال من أنه سوف ينقل الأحاديث المتواترة والأحاديث الصحيحة عن العترة الطاهرة فهل البخاري من العترة الطاهرة لا شأن لنا بالبخاري ولا بما جاء منقولا عن البخاري حديثنا عن هذه الرواية التي أثبتها في تفسيره وهو اتخذ على نفسه عهدا كما قرأت عليكم من المقدمة من أنه لا يثبت في هذا الكتاب من الروايات عن أهل بيت العصمة إلا ما كان متواترا أو كان صحيحا هذه النسخة والطبعة في زمان الخوع وهذه النسخة من التفسير نفسه بعد وفاة الخوع البيان في تفسير القرآن وهذه الطبعة الثالثة 2007 ميلادي إنها طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوع في مقدمة الكتاب ومؤسسة ومؤسسة إحياء آثار الإمام الخوع قدس سره التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيقي وطبعي ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة هذه الأنامل الشريفة التي أصدرت حكم الإعدام على تفسير إمامنا الحسن العسكري من دون علم من دون تحقيق من دون أن يقرأ كتاب التفسير هذا في تحقيق وطبع ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة فهي تحقق ما تحقق ماذا حققت هذه المؤسسة لم تحقق شيئا الرواية على حالها والحاشية على حالها تفسير البرهان الجزء الأول في الصفحة السادسة والعشرين إذن ليس هناك من شيء جديد بالنسبة لمؤسسة إحياء آثار الإمام الخوي إذا رجعنا إلى تفسير البرهان إلى المصدر الذي نقل عنه الخوي هذا الجزء الأول من تفسير البرهان لهاشم البحراني وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان بحسب الطبعة فهنا هي الصفحة التاسعة والتسعون الرواية الثالثة صاحب البرهان نقل الرواية عن الجزء الأول من عيون أخبار الرضا للصدق إذن الخوي نقل الرواية من تفسير البرهان وهذا هو تفسير البرهان الرواية موجودة في الصفحة التاسعة والتسعين تتمت الرواية في الصفحة المئة صاحب البرهان هاشم البحراني نقل الرواية عن عيون أخبار الرضا وهذا الجزء الأول من عيون أخبار الرضا والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السبعين بعد المئتين إنه الحديث الست الرواية نفسها عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآه إذن الخوئي نقل عن تفسير البرهان وجئتكم بتفسير البرهان هاشم البحراني في تفسير البرهان نقل عن عيون أخبار الرضا وهذا الجزء الأول من طبعة مؤسسة الأعلمي في الصفحة السبعين بعد المئتين وهذا هو الحديث الستون الرواية نفسها من أين جاء بها الصدوق نقلها عن تفسير إمامنا الحسن العسكري إذا ما دققنا النظر في سند الرواية فإن الصدوق نقلها عن تفسير إمامنا الحسن العسكري حدثنا محمد ابن القاسم المفسر المعروف بأبي الحسني الجرجان رضي الله عنه قال حدثنا يوسف ابن محمد ابن زياد وعلي ابن محمد ابن سيار هذا هو صاحب الترجمة نفسها في كتاب الخوعي علي ابن محمد ابن سيار الذي في ترجمته أصدر الخوعي حكم الإعدام على تفسير إمامنا الحسن العسكري السند هو السند والمتن هو المتن فالصدوق نقل الرواية عن تفسير إمامنا الحسن العسكري هذه طبعة ذوي القربى الطبعة الأولى قموا المقدسة الرواية موجودة في الصفحة التاسعة الحديث العاشر تحت عنوان فضل فاتحة الكتاب والخوعي نفسه أوردها تحت عنوان فضلها فضل الفاتحة ونقل هذا عن العنوان نفسه في تفسير البرهان وهذه الرواية لا يوجد لها مصدر إلا تفسير إمامنا الحسن العسكري وهي في بدايات الكتاب وهذا يدلك على أن الخوعي لم يكن قد اطلع على تفسير إمامنا الحسن العسكري وإلا لم يتبن رواية غيرها الرواية التي تبناها بخصوص فضل سورة الفاتحة في التفسير إلا هذه الرواية الرواية الثانية نقلها عن البخاري من كتب حديث العترة لم يتبن رواية في فضل الفاتحة إلا الرواية التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري ولا يوجد لها مصدر آخر وإذا قال قائل لها مصدر آخر فليأتنا به فليأتنا به وأقول له اذهب وابحث إلى آخر عمرك لا يوجد مصدر لهذه الرواية إلا هذا المصدر المصدر الأصل تفسير إمامنا الحسن العسكري الصدوق الصدوق نقل الرواية في عيون أخبار الرضا هاشم البحراني نقل عن عيون أخبار الرضا هذه الرواية لأنها رواية متينة الخوء وجد متانتها ولذا جعلها الرواية الوحيدة التي تبناها في كتابه وهي من تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي حكم عليه من أوله إلى آخره بأنه موضوع هذا تحقيق هذا تدقيق ردوها علي إن استطعتم ردوها علي أيها الخوئيون أيها السستانيون أيها الطوسيون أيها الحوزويون النجفيون ردوها علي إن استطعتم مسخرة أنتم مهزلة أنتم أي علم هذا وأي تحقيق بهذه المنهجية الضالة دمرت المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية حدثتكم عن خطوطها العامة والإجمالية بعد هذا الهراء وبعد هذا الخراء هل أقبل أقبل ضراط الخوئي هذا في معجم رجال الحديث حين يضرط ويقول أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم مضرط وليس محقق وجل مقام عالم مضرط أن يكتب مثل هذا التفسير وهكذا يقول فكيف بالإمام عليه السلام يتحدث عن نفسه هذا العالم المحقق المضرط يتحدث عن نفسه هذا هو علمكم وتحقيقكم يا أيها الطوسيون يا أيها الخوئيون يا أيها السستانيون يا أيها الحوزويون النجفيون والكربلائيون هذا هو علمكم وهذا هو تحقيقكم المضاكم ومضاكم يقول طيح ينحظ على أدك على هالتحقيق وهالعلم هذا اللي ما نذبني أن يطلع من فوق من جو نذهب إلى فاصل أعتقد أن النموذج الذي بينته لكم بخصوص الخوئي وبخصوص موقفه من تفسير إمامنا الحسن العسكري وهو يقوم بدوره في تدمير المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة صار واضحا لديكم ماذا فعلوا حيث جاءونا بمنظومتهم التفسيرية المسخ بهذه الفوضى وهذه العبثية التي يسمونها علما ويصفونها بأنها تحقيق ويتحدثون عن الخوئي بأنه مفسر عظيم وبأنه محقق فريد وبأنه شمس التحقيق في سماء الحوزة النجفية ومن أمثال هذا التصطير إنني حين اخترت الخوئي لم يكن اختياري جزافا لأنه يمثل القمة عند الطوسيين ولأنه مفسر يعتبرونه من المفسرين البارعين هكذا يتحدثون عنه في النجف وهكذا تتحدث عنه الأوساط الحوزوية الخوئية السستانية النجفية عموما إن كانوا في النجف أو كانوا خارج النجف على المنهج الطوسي القذر الأنموذج الثاني الذي أعرضه بين أيديكم إنه الطباطبائي قلت لكم أنا أختار الكبار بل أختار كبار الكبار الطباطبائي محمد حسين الطباطبائي إنه صاحب تفسير الميزان تفسير شيطاني بامتياز تلميذ الطباطبائي مرتضى مطهري هكذا يقول وهو يتحدث في كتبه وفي محاضراته عن تفسير الميزان يقول إنني أعتقد أن أكثر أبحاث تفسير الميزان هي إلهام غيبي أنا لا أدري ماذا سأعلق على هذا الكلام أي إلهام غيبي وهو قد نقل المطالب من تفسير النواصب يا مرتضى مطهري يا مرتضى مطهري طباطبائي نقل تفسير النواصب ووضعها في تفسيره الميزان على مستوى الرواية والحديث وعلى مستوى الشرح والتفسير إنه ينقل النصوص بكاملها وأنا أقول لطلابي الحقيقة عودوا إلى تفسير الميزان ما تجدونه من عبارات متينة قد نقلها إما من الفخر الرازي من تفسيره الكبير أو من الآلوس من روح المعاني أو من رشيد رضا من تفسير المنار وما تجدونه من عبارات ركيكة تهيمن عليها العجمة هذه عبارات محمد عسين الطباطباء عبارات العجمة والركة العبارات التي هي أبعد ما تكون عن البلاغة بل فيها الكثير من الأخطاء اللغوية الواضحة هي عباراته العبارات المتينة عربيا في التفسير هذه عبارات الفخر الرازي وعبارات القرطبي وعبارات سيد قط وعبارات الآلوسي دققوا النظر فيها وعودوا إلى المصادر الأصل أنا لا أقول هذا الكلام جزافا إنني تتبعت الكتاب من أوله إلى آخره ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك إذن الأنموذج الثاني من نماذج المجموعة الطوسية المدمرة للمنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة هو محمد حسين الطباطبائي هذا تفسيره الميزان الميزان في تفسير القرآن هذا هو الجزء الأول طبعة دار الكتب الإسلامية ماذا يقول الطباطبائي في مقدمة كتابه في صفحة التاسعة من الجزء الأول يقول وثانيهما أن نفسر القرآن بالقرآن هذا هو منهجه في تفسير الميزان من أول التفسير إلى آخره إنه يتبنى هذه الرؤية وهذه المنهجية من أن القرآن يفسر بالقرآن أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن يا أيها الطباطبائي ماذا تفعل بنفسك وماذا تفعل بالناس وماذا تفعل بالقرآن التدبر الذي جاء في القرآن يكون بعد أن نأخذ التفسير من الراسخين في العلم أما كلامك هذا فهو هراء في هراء لا يوجد لا في القرآن ولا في حديث العترة ما يشير إلى أن القرآن يفسر بالقرآن القرآن بنفسه تحدث عن أن آياته فيها محكم ومتشابه ومن أن أصحاب الزيغ هم الذين يحاولون تأويله من عند أنفسهم هناك الراسخون في العلم وهناك الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا أولئك الذين يتبعون الراسخين في العلم فلا يوجد في القرآن كله ما يشير إلى هذا الهراء الشيطاني ولا يوجد في أحاديث العترة ما يشير إلى ذلك منهج القرآن أن نفسر القرآن بحسب العترة الطاهرة ضمن منهج العترة هناك تفسير للقرآن بالقرآن ضمن منهجهم لا أن نؤسس منهجا لتفسير القرآن بالقرآن من عند أنفسنا وفقا للتدبر وابتداء نتدبر القرآن بالضبط كتفسير محمد تق المدرس مسخة يقول في المقدمة محمد تق المدرس من أنه حينما كان في الكويت يذهب يوميا إلى المسجد ومعه المصحف وعنده قلم ويقرأ في المصحف ويبدأ يكتب ما يخطر في باله هذا هراء سيد قط وهو هو بنفسه هراء محمد باقر الصدر وهو هو بنفسه هراء محمد حسين فضل الله هؤلاء المجموعة القطبية الواضحة هذه المسخرة مسخرة مستمرة على طول الخط ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا فجناب الطباطباء يريد أن يفسر القرآن بالقرآن بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن هذا التدبر لا يكون إلا بعد أن نأخذ التفسير من علي وآل علي وإلا فإننا لماذا بايعنا في الغدير على هذا لماذا بايعنا في الغدير على أن نأخذ التفسير من علي ومن علي فقط وفقط نحن ما بايعنا على أن نأخذ التفسير من محمد حسين الطباطبائي حيث يأتينا بهذا المنهج الشيطاني اللعين أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن ونشخص المصادق ونتعرفها لا أريد أن أشير إلى ضعف التعابير الرجل أعجمي ما هو بعربي ونشخص المصادق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات كما قال تعالى إن أنزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه هذا هراء كلامي الآية 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 في سورة النحل وهي الآية التاسعة والثمانون بعد البسملة واضحة في أنها لا تتحدث عن أن القرآن يفسر القرآن وإنما تقول من أن كل شيء يكون خارج القرآن قد ذكر في القرآن هذه هي الآية التاسعة والثمانون بعد البسملة من سورة النحل ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء أي قارئ عربي إذا قرأ الآية فإنه يفهم أن كل شيء قد بين في القرآن ولكن لا يوجد في الآية ما يشير إلى أن القرآن يأخذ معناه من القرآن نفسه لأن السورة نفسها ماذا قالت في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه لا توجد آية تقول لنا عودوا إلى القرآن وتبينوا القرآن من القرآن نفسه لا يوجد هذا الكلام القرآن حصر العلم بالله والراسخين في العلم وما يعلم تأويله وما يعلم تفسيره وما يعلم حقيقته إلا الله والراسخون في العلم فما أضاف إلينا الطباطبائي ولا أضاف إلينا الخوئي ولا أضاف إلينا محمد تقي المدرسي ولا أضاف إلينا محمد باقر الصدر ولا أضاف إلينا محمد الشيرازي أو محمد جواد مغني ما أضاف إلينا أحدا من هؤلاء الذين كتبوا ما كتبوا من الهراء والخراء في تفاسيره وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه وجاء أيضا في الآية الرابعة والستين بعد البسمة من السورة نفسها وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه فمن أين فهم الطباطبائي أن الآية تشير إلى أننا نفسر القرآن بالقرآن من أي جهة من جهات الآية أو من الآيات الأخرى التي في السورة إذا كان الطباطبائي يدعي من أنه يفسر القرآن بالقرآن أفليس التفسير الصحيح للقرآن بالقرآن أن نجمع بين هذه الآيات هذا منهج العترة في تفسير القرآن بالقرآن أما منهج الطفسيين القذر في تفسير القرآن هو هذا منهج العترة في تفسير القرآن بالقرآن هكذا يقول من أن الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة من سورة النحل تقول وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ من الذي يوصلني إلى هذا التبيان؟ الذي يوصلني إلى هذا التبيان؟ ما جاء في السورة نفسها في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِهِ وكذلك ما جاء في الآية الرابعة والستين بعد البسملة وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وفقاً للطباطبائي حينما يقول وحاشى أن يكون القرآن تبياناً لكل شيء ولا يكون تبياناً لنفسه هذا يعني أن الطباطبائي قادر على أن يستخرج كل شيء من القرآن فأين فعل هذا؟ في تفسيره الأخبر هذا الذي يقال له الميزان في هذا التفسير الشيطاني القذر في أي مكان في أي مكان أخرج لنا تبيان كل شيء بحسب ما يقول من أن الآية تشير إلى أن القرآن يفسر بالقرآن فهذا يعني أن الطباطبائي باستطاعته أن يستخرج لنا تبيان كل شيء من القرآن هل يستطيع أن يفعل شيئاً من هذا؟ هذه التفاسير الهراء وهذا المنطق الخراء هو الذي يضحكون به علينا دمروا المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة وجاءونا بخرائهم هذا نذهب إلى فاصل قد يتمسك متمسك بطريقة هوجاء من دون معرفة لأسرار الحديث بما جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين في الصفحة السادسة والثلاثين بعد المئة من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان ومن الخطبة المرقمة بالرقم الثالث والثلاثين بعد المئة أمير المؤمنين يتحدث عن القرآن كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله نحن لا نستطيع أن نقطع هذا الكلام عن مجموع كلام أمير المؤمنين القرآن يفسر بالقرآن ضمن منهج المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة إذا أخذناه بمعزلين عن المنظومة التفسيرية فإن النتيجة هكذا تكون مثل ما قال أمير المؤمنين لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج في الصفحة الخمسين بعد الثلاثمائة من وصيته المرقمة بالرقم السابع والسبعين ماذا قال أمير المؤمنين لعبد الله بن العباس لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون لأنهم لا يعودون إلى المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة وإنما يتبعون المنهج العمري عندنا كتاب الله وهو حسبنا بحسب ما نفهمه من اللغة العربية فلأن الخوارج يفهمون القرآن وفقاً للمنهج العمري وفقاً للمنهج العمري عندنا كتاب الله وهو حسبنا نفهمه بحسبنا فإن أمير المؤمنين قال له لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون إلى آخر كلامه الطباطباء وأمثاله يريدون أن يفسروا القرآن بالقرآن وفقاً لهذا المنهج وفقاً للمنهج العمري يعودون بأنفسهم بحدود ثقافتهم ومعلوماتهم إلى القرآن ثم يجمعون بين الآيات المتشابهة والتي يمكن أن تكون متقارنة ويفسرون الآيات بهذه الطريقة معتمدين التدبر إنه التدبر الباطل التدبر الحق الذي يكون متفرعاً عن معرفة بتفسير القرآن من مصدر التفسير الأصل من الراسخين في العلم أما التدبر الناشئ من معرفة الشخصية بنحو مباشر للقرآن من دون الرجوع إلى المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية فهذا تدبر باطل هذا تدبر يقودني إلى الجحيم يقودني إلى الهاوية الطباطباء وأمثاله ذهبوا إلى الهاوية في هذا التفسير هذا منهج الهاوية حديث أمير المؤمنين هنا عن أن القرآن ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض ضمن المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة وإلا فإن سيد الأوصياء كما قرأت عليكم في الحلقة الماضية في الصفحة التاسعة والعشرين بعد المئة من نهج البلاغة من الطبعة التي أشرت إليها من كلامه المرقم بالرقم الخامس والعشرين بعد المئة هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان وينطق بعضه ببعض متى؟ بعد الترجمة لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال بعد الترجمة وبعد أن ينطق عنه الرجال حينئذ فإن القرآن في مرحلة التدبر ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض وإلا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة الثامنة والخمسين بعد المئة في الصفحة الثامنة والخمسين بعد المئة يقول سيد الأوصياء ذلك القرآن فاستنطقوه ولين ينطق لينطق هذا القرآن ولكن أخبركم عنه بعد أن أخبركم عنه يأتي التدبر ألا إن فيه علم ما يأتي أن نتدبر في ما يأتي بعد أن يخبرنا أن ناطق عن الله بقرآن الله ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم فاستنطقوه ولين ينطق أحاديث أهل البيت تقول إن القرآن لم ينطق ولين ينطق ولكن ينطق به والناطق به رسول الله وآل رسول الله القرآن لم ينطق في الماضي ولن ينطق لا في الحاضر ولا في المستقبل وإنما ينطق به الذي ينطق بالقرآن محمد وآل محمد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هؤلاء هم الناطقون بالقرآن ليس الطباطباء وليس الخوئ هؤلاء لا يفقهون شيئا كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض الرواية في الجزء الأول من تفسير العياش رواية صريحة وواضحة هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الثلاثين إنه الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا الباقر صلوات وسلام على إمامنا الباقر ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفار بحسب منهج الطباطبائه ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفار وإنما ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض بعد أن نأخذ التفسير وعلم القرآن من الراسخين في العلم هذا النظام هو نظام فرعي يأتي يأتي ضمن دائرة المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية أما هذا الذي يتحدث عنه الطباطبائي أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن ونشخص المصاديق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات كما قال تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه أقول عودوا إلى آيات القرآن ودققوا النظر فيها إلى الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة من سورة النحل وإلى الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة النحل وإلى الآية الرابعة والستين بعد البسملة من سورة النحل وهذا تفسير هذا تفسير بالقرآن تفسير للقرآن بالقرآن ولكن ضمن المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة